سلام عليكم حبيباتي سلام يا البنات سلام يا الزينات يا الغاليات واشراكم مشاركة تكونوا كامل بألف خير جمعة مباركة جمعة طيبة معطرة بذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلامنا فيديو تعلنهار اليوم متنوعة دائما نوصلهم على الوصفات الرمضانية اليوم عندي لكم مملاحة راهي ديرا حالة جبتها لكم أكيد راهي رايحتنا لإعجابكم وحن نشارك معكم تاني وصفة مطلوع مطلوع في دقائق يوجد وصفة ناجحة كما يقولوا مكونات بسيطة رح يكون بسميد إن شاء الله نبدأولا فيديو دينا بهذا الروتين الصباحي هنا كما لا كنت شوفوا شديد ستيك هذا يقضي على كامل كالكا غوين ما يكون عندكم في الكوزينة ولا في الحمام خاصة هكذا اللي غوبيني وكامل يعني ما من غسلوهم ونقوهم دايما ما دايما يتشكلنا فيهم هادوك البوقع تاع الكالكا هنا يا أنا رشيت لغوبيني ديالي خليتوا يتفاعل حوالي خمس دقائق لأنو أنا ماشي بزاف هاداك ونبدأو كما يقولوا شوية هادو كليطاش تاع الكالكا بعد خمس دقائق اللي بنا تشللتون نحيت كامل هاداك اللي بخودو تاع ستيك هنا يا أم بعد الترغيو للحوض ديالي ما شاء الله تاني يعني نستعملوا بزاف كما أقول لكم ما نستغناش عليه في الحمام اا اقتصادي ورغونا روعة 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 يعني تهنيت من اللي نستعملوا تهنيت ما من لا من ناحية المصروف ولا من ناحية التعنقاء وهاديك الباطا تعكيلوا يعني معامرها ما هي رايحات خلاص اا للأخوات لم يقولوا لي ما ناشت نقوز مثلا المنتوجات ولا معلكم فقط ديروا كابتور على اي من تشفتوها عندي سواء هاكدا تعال لبخودو ديترجان ولا تعال حاجة اخرى ولا وتورو يعني ليسوبي غات لي موالفين تقضي من عندهم ويعني وحيجيبوه لكم ان شاء الله اهنا يشللت كامل الحوض تاني غابيد ما وهاكدا ونشفت يعني دائما نحاولو هاكدا نشفو لفايانس تعنا لغوبين يتاوعنا لانه هادا المال ينخلي ويعني يتراكم هاكدا مشمخ في كل مرة يتراكم مرة على مرة راه ورايح يشكل لنا هادا الكالكاغ فالا هنا كما وشتو معايا ستيكيت الحالة بستيك يعني ما نستغناش عليه اخسلت يدي ونروحو للكوزينة ان شاء الله مو ملاحة تومي ايجيري يعني راح يجو بزا في بنان على كل حل هي برك لفاق اللي تبدلت من الوصفة هادي كنا درناها مع بعض من قبل هاملك هنا امامكم يعني هايلين باش نرفقوهم مع شربة في شهر رمضان الكريم ولا تحبو ديرهم حجم شوي صغير باش ترفقوهم مع العصائر للضيوف اديالكم الفكرة كامل يعني راي في التزين من الفوق كما كتوفو هادك هو الفرمج هادك يجي متقوب هاديك يشبه الفرمج تاع اللي يحبو جيري شوفوا مع بعض البنت الوصفة هن في الغيس بيون ديالي حط تزوش كيسان ونص تع فارينا مغير فا صغيرة تاع خميرة الخبز الفورية عندي ثاني مغير الخاميرة وزيت معهم زوج مغارف كبار تعزيد نخلط كلش هاكدا بالبيت خام ونراني نزيد فحلي بالدافي حتى تنطم معايا العجينة هن شتوني البنات قدرت شوية من الاعشاب العطرية لزغ بروفنس تحبو تديرو مثلا زعتر موجفف ولا معدنوس موجفف يعني وش يكون عندكم تقدرو تديرو هاكدا بش تعطرو العجينة ديالكم كما نقدرو نزيد نديرو مثلا شوية تون بودرة تزيد شوية العكري اللي حبوهم حار تقدرو عكري حار تاني نزيد هاداك الحلي بشوية بشوية حتى نتحصل على العجينة تكون طرية ما تكون شي بس طميت ها بيان كما اشتو معايا وخليتها تضاع في الحجم ديالها هاداك الوقت نحن نوجده لفخص ديالنا في مقلة نحطو شوية زيت حطيت حبها بصل رحيتها في الاشواغ انا هنا رحيتها شوية بزيادة انتو ما كما نقول لكم دايما فلي فخص لبصل ديالنا ما لازم يكون مرحم ملح ملح هاكدا بش يبقى حاجة في هاد لفخص هادي وانتو ما يعني ديروا التوابل يتحبوها لحسب ذوقكم قليت ملح هاداك الجاج مع البصل وبعد هنا ارميت شوية مع سمك الطعرق ونكمل هاكدا نقلي هم ملح مع بعض حتى يعني شوفوا شغل هاداك الجاج و هاداك البصل يبدأ وياخد هاكدا كشغل اللون هاكدا بهالطريقة لا فخص حاجيكم بزاف ابنينا ارجعت الهنا للعجينة ديالي لقيت هاد ضعف في الحجم كيما شتوا بالنسبة الخامير درت غير مغير فا صغيرة تا قهوة انا مكتر بزاف لاني منيش حب هاد العجينة هاديك شغل تخمر لي بزاف اكو راح تشوفوا معايا وم سمتها الى قطع انا كل قطع درت فيها تقريبا 60 قرام انتوما مل احسن تصغروهم شوية تحبو ديرهم 50 قرام اذا كان كيما قوتكم درتوهم مع العصائر تقدروا حتى لربعين خمسة وربعين قرام باش يجوكم غير حجم صغير هاكدا هادو ما كيكون حجم صغير نرفقوهم مع العصائر في البيوفي في الاعياد الميلاد ولا خطبة ولا يعني اي مناسبة كيجي الحجم ديالهم صغير يجو بزا في شابين ميانا بيوس كان نحن نرفقوهم مع شربة ان شاء الله دونك كبرتهم شوية هاكدا ليا كل حبة يشبع في بلاسة البورك كورتهم كويرات كي ماشتوا معايا ومبعد نسبقو في اول كرة ولا في اول عجينة كورناها ونرشو شوية مكان العمل ديالنا بالفارينة نحطو شوية ملافخص نحاولو نحطوها على شكل مثلث نديرو كمية تاع الجبن سواء جبن مبشر ولا اي جبن عندكم ولا الجبن الابيض هنا كيما تحبو ونغلقوها على شكل مثلث الفيديو روي عبر لكم على الطريقة البنت درب دي بروفنس الاعشاب العطرية الشكل تحها يعني رح يجيب الزاف شباب بعد ما شكلتهم كامل مباشرة منخلهم لاي خمروا لاوالو نجيبو هنا البيض عندي هنا حوالي زوج حبات البيض وعندي كمية تاع لاشا بلو نجوزوهم في البيض ومبعد نجوزوهم في لاشا بلو نوك نفس الوقت كما كتشوفو معايا خياتي راني دايرة مقلة راني دايرة فيها كمية تاع زيت راه تسخن نوك هكذا تحبو ترمدوهم كامل ومبعد تقلوهم ولا ترمدو وتقلو في نفس الوقت كما درت انا واللي عندها المعاونة يعني من الاحسن واحدة راه ترمد واحدة راه تقلي هكذا بيش تمتم تسلكوهم هنا يرا هي سخنة الزيت نوك نقلوهم حتى ياخدو تحمير وياخدو لون دهابي بالنسبة للخامير قلت لكم ما تكترش بزاف الخامير لاني راني حب هاد العاجين ما يضعف بزاف الحجم ديالها يعني حتى كيتاكلوهم ما تبنش فيهم العاجين هذا هو يعني اعلى بها ما كترش انا لخميرة وتاني من الاحسن ما نخلوهم شي يخمرو كي ما قلت لكم باش العاجين ما تجيناش كشغل عالية وعلا نخلوهم هيتحمرهم مليح مليح نقطرهم فوق بابي ابس وباش ندخلصهم كمية الزيت الزائدة وراكو تشوفوا في التحميرة اللي تحصل تعليها دوك بالنسبة لديكوغاسيون نحتاجو هذا الجبن المربعات هذا تعليه صندويج شوفوا نخلوه هاكدك به بهادك الساشي اللي يكون فيه ونقسمو على شكل مو ثلاثة نحطو الحب تعلي صالتة وعنها من فوق هاكدك كما يقولو باش نتراسي وعليها ونقطعوهم هاكدك تقريبا على شكل مو ثلاثة ونباد نحتاجو هنا يا ويو لأي حاجة عندكم هاكدك المهم ثقب صغر أنا هنا عندي هاد لادوي لي جي هاكدك ثقب صغير دائري ثاني نديرو هاكدك دوائر بطريقة عشوائية هاكدك بهاد الشكل هذا ونبعد نحيو هاكدك القطعة تاع الجبن ونحطوها فوق المملحة تاعنا هاي لك هاكدك بهاد الطريقة هادي اكدك شوفوا يعني الشكل تحصلو عليه عمليا نديروها لازم يكون المملحة تاعنا شوية بردين يعني تكون خرجت لهم هذيك سخان الكبيرة كامل باش الجبن هاد ما يدوب ويبقى محافظ على الشكل ديالو اهلا نديرو لهم هادوك الاعوات تعليزي سكيمو وراكو تلقوهم يتباو عند لبيع مواد الحلويات نديروهم هاكدك تحبو تربطوهم بانو بهذاك الخيط شباب هادك تاني رح يجوكم بزف يعني شابين ويجوكم يعني حط اولا كلاس فالا هادو هم المملحة تتاوعنا هايلين مع شربة فريك مع شربة فغميسل يعني هايلين كمملحة نرفقوها مع اليسوب تاوعنا ويجو تاني بزف بنان وتاني بخيزنطابل خاصة اذا كان عندكم عرضة ولا ضيوف راكو رايحين تبهروهم بيهم كيما قلت لكم اللي حبو الحار تقدو تديروهم شوية حارين تاني رح يجو بزف هايلين وراح يجو تاني مقرمشين العجان اللي خدمت به اليوم هاوليك هنا لبنات اليوم جبت لكم العجان تاعل المركة بيرجمان المركة الالمانية الغنية عن كل تعريف بيسان ملويسان وات دونك ليما زال مش راتي عجان لهاد رمضان هذا خاصة الاخوات اللي يعجنو بزف وكامل هاد البتخا هو اللي راح يعاونك باش ديري المعجانات ديالك سواء هاك دا مملاحات ولا بيتزا ولا عجينة تاعم تلو ولا يعني راكو رايح تاني كامل متعب بالنسبة للي لفيتز لبول ديالو راهو كامل اينوكس 100% اينوكس ستان ستيل وكتشوفو عندو البواني تاعو الحجم ديالو حجم عائلي يرفض 7 لتر 7 لتر يعني هنالبنات يقدر يعجن لكم حتى كيلو ورطل الى زج كيلو تعسميد ولا تعفارين يعجنهم لكم آلاز فيه بالنسبة لزاك سواء ديالو فيه شوفو معايا هاد الفوي اللي راهو كبير دونك فيه كل حاجة كبيرة وهاد على حساب هاد الكيوف ديالو فوي كبير باش نخلطو به الجنواز الكريمات وكامل وعندو هادي لبالات واللوكا حتى هي راهي حجم كبير هادي نحتاجوها باش نخلطو مثلا البات ساب لتا وعنا الحلويات وكامل وعدنا ثاني اللي دوك خوشي كيما اشتو دوك خوشي للعجن وش نقول لكم عجني هاديك العجينة مملاحات صدقوني في أقل من بلك خمس دقايق والعجينة كانت واجدة يعني اللي بديت نحضر فيها مع التصوير ياربي خدت لي خمس دقايق صدقوني يعني تمتم عجنت هالي وكنت تاني جربت فيها عجينة تعال مطلوع تاني ما شاء الله عجين هالي بلا متعبت كامل احتشوف معايا ان شاء الله بالنسبة اللي فيتاس كيما قلت لكم في عشرة اللي فيتاس حتى الصوت مزعج هايل بزاف وتاني اعجبني بزاف هاد الغيطاء اللي راه بخاتي هاد الغيطاء ديالو باش تاني عندو فتحة باش نزيد اي مكونات رانا حابينها هاد الدليل مستخدم ديالو اللي فيه الشرح المفصل على طريقة الاستعمال والاحتفاظ به وعدنا كتاب وحد اخر اللي فيه العديد من الوصفات اللي نقدر نحضرهم بهاد العجن هاد هاد البيتخا هاد وفرت هون بالنسبة للسعر وفر فيه دو كولور كين هاد ال غير وكين اللون الاحمر لبنت وانتو ما خيروا اللون لي يعجبكم اه فوالا دوكا نروحوا مع بعض نشوفوا الوصفة المطلوع عجبتها لكم اليوم اسهل يعني وصفة وسريعة في التحذير ديالها نشوفوا الوصفة مع بعض البنت هنا داخل العجن حطيت حوالي ستمية هندي هنا يا كاس دات فيه 4 كاس تاع ما يكون دافي زيت مغرفة صغيرة مع مرة تاع خاميرة الخبز ومغرفة صغيرة مع مرة تاع السكر نخلط هاكدا مليح ونخلوهم يتفاعلوا شوية بعد ما نشوف العجين ديالي تعجنت مليح مليح ولت اللون ديالها بيض نبدأ نزيد في هادا الخالطة الخاميرة مع السكر والماء نزيد هام شوية بشوية والعجن راه يعجل لنا حتى نكمل كامل الكمية كيما قلت لكم اللي بنات ما تكتروش الماء في اللول لانه راح نزيد هاديك الخمير دونك العجين ديالنا رايح تجري خاصة السميد رقيق ردو بالكم ما يحبش بزاف الماء مع يعني اللي يزيد التعجن هو رايح يتلق روح ومن أسر النجاح المطلوع انه ما لازم تكون العجين بزاف طرية ولا تكون جارية بزاف أنا نحب ريحة تعسانوج في الخبز درت شوية تعسانوج درت الملح راح يكون على حسب الدوق وفي الآخر كامل زيت مغير فا كبيرة تعز زيت و يعني تخمروا موالوا يعني مباشرة انشكلوا الكمية اللي ميدتها لكم تقريبا 650 جرام تعسميد الرقيق تدير لكم تقريبا هكذا ثلاثة مطلوعات يعني تقدروا تروحوا حتى 700 جرام تعسميد تقدروا تاني إذا كان عندكم السميد المتوسط تقدروا تديروا بها وتبعوا نفس الخطوات فقط السميد المتوسط يعني نرمدوا سميد ديالنا هكذا بسميد يعني مل أحسن سميد باش يكون دايما المطلوع تعنا حضرناها غير بسميد ونقلبوها على الجهتين نخبزوه ولا يعني كما يقولون نقرصوه تقريبا على سمك هكذا 8 مليمتر ما لازمش تديروه بزاف تاني رقيق رقيق وما يمطون ما تديروه بزاف خشين أنا يكون عالي بزاف خليتوا البنات هنا يضاعف في الحجم ديالو ورحت نوجد الوصفة لوجبة الغاداء اللي كانت عبارة على عجة المرقاز كانوا عندي حبات المرقاز أنا كما تكون عندي كمية كبيرة دايما نديرها عجة هكذا باش تكفيهم مع نزيد لهم ليف خيت ولا تبسي تعش لادا ولا أنا يعني راني جوز هذيك وجبة الغاداء قليت هذوك حبات تاع المرقاز في نفس الزيت هذيك رميت حب بصل قطعتها هكذا كما ندير تكتوكا كانت عندي حب تع فلفل لحلو الحمر ثاني قطعتها شرائح انتم ما لما عندكم مش تقدر فلفل لحلو الخضر تقدر حتى تدير وهم شويين وتزيدوهم هنا هيعطيكم بنا بزف هيل زيت حبات ومعطيش مرحية مليح في الاشواء وعندي هنا زوج فصوص كبار تعدتم زيت مغير فصغيرة تعطو معطيش تعد الباط اللي كنت دوبتها في شوية تعلم ونقلي وكل ش مع بعض بالنسبة للتوابل عفوا بالنسبة للتوابل ما كترج بزف درت غير شوية تع ملح فلفلك حلو شوية تع العكري لانو كما تعرف المرقاز هو دي جاء عندو هذي النك هالقاوية ديالو وراه فيه التوابل يعني ما حبيش نكتر التوابل درزوج وريقات تع الرند بعد ما يعني طابت شوية هذي السلصة وداب هذي لبص لو كامل اهنا هيا ارميت هذو الحبات المرقاز الداخل خليتهم يزوي طيبوا معاهم لحوالي خمس دقائق هكذا باش يزيد يكمل طياب هذك المرقاز وفي نفس الوقت باش يزيد يطلق البنا ديالو في الاخر كامل نكسرو حبات طيب هذي من الفوق تحبوهم نص طياب تحبوهم تخليهم حتى طيبو مليح طفيت عليهم ودلت لهم رش تعلي حشيش من الفوق هنا بعد ما طابت وجبة الغاد وكما بقال يبر كنطيب هذك المطلوع من اسرار نجاح المطلوع تاني البنات ويعني دايما نقول لكم هذي النصائح ونعاود هم انه ما لازم نخلي المطلوع يخمر بزف بزف يعني مش تشوفو الضعف بزف الحجم ديالو باش تبدو طيبو ديرو في بالكم باللي ما زل عدنا مطلوعات واحد اخرى راح نطيبوهم وراهم وكان نطولو عليهم هذك ثاني راح يزوي خمر بزيادة ومبعد يلكن مطلوع يعني خمر بزيادة وخرجت له هذه الخميرة ما وش راح يجيكم اخفيف ورح يهبط لكم في الطاجين نسخنوا الطاجين ديالنا ملح ملح ونديرولو النار متوسطة الى قليلة يعني ما لازمش نقوي بزاف للنار باش المطلوعة عنا ما يبقى ناشع جين الداخل باش يطيب النا وفي نفس الوقت باش نعطو ليل وقت باش يشغل يرتفع ويتفاعل ويخمر في الطاجين على بشوية زيت الزيتون من الاحسن رح هدوك الاماكن يتحمروا لكم ودفا نديرهم بالشاليم وهاكدا نحرقهم شوية باش يعني ما يبقى ناشع هدوك البلايس بيوضة انا نحب المطلوع يكون محمر اهنا شوفوا كيفاش بعد ماط بعد سخون يعني من الاحسن نخلي واحد باش نقسم يعني ما قغيرها وسخون اكو تشوفوا كيفاش لم التحميرات ولم القوام ديالو وحتى بنسبة للسمك جاء ما شاء الله جاء خفيف ما فيش بزاف مكونات يعني هدي احسن وصفة تعم اطلع بالسميد اللي تقدروا تحضروها وكشتوا يعني درناها بالبيتخان صدقوني يعني محسيت لا للتعب لا موجعوني يدية مع العجين نودليك سيختو السميد يعني يحب العجين باش يجي ناجح ووالا نقولكم شاهدكم في الصحاخيات شاهدكم في الجنة وهكذا ختمنا الفيديو ديالنا بهذا الوصفات الرمضانية اللي شاركتها معاكم المطلوع من الوصفات المطلوبة بكثرة دونك احتفظوا بالوصفة سجلوها لبنات وصفة المملاحات هدي تاني نعود نذكركم بها ما تنسوش تسجلوها وتحتفظوا بها لشهر رمضان الكريم رايحة تحمر لكم وجهكم مع عائلتكم ولا مع ضيفكم اذا كانت عندكم عرضة اذا كان عجبوكم الوصفات عن هاليوما اللي بنات شجعوني بجامل الفيديو بارتاجي الوصفات هادوما معا احبابكم معا اصدقائكم باش حتى هما يستفادوا ونقولكم تهلا في صحتكم تهلا في روحتكم نقولكم احبكم في الله في امان الله